الهجوم الإسرائيلي الصهيوني على الضفة الغربية الضفة الغربية وهي مناطق محتلة برغم أنها وقع حول حديث أو ما عرف باتفاق أوسلو والتي أدى إلى تقسيمها إلى ثلاث مناطق وعرفت بمنطقة ألف وبا وجيم ومع ذلك فإن المستوطنات تضاعفت خمس مرات منذ ذلك الاتفاق البائس الذي يسمى باتفاق أوسلو تضاعف عدد المستوطنين خمس مرات يزيد عددهم الآن عن ستمية وخمسين ألف في مقابل أقل بقليل من 2 مليون ونصف أو ما يعادلهم من الفلسطينيين أي أن المستوطنين يزيد عددهم عن ربع الفلسطينيين بينما هي أرض فلسطينية بموجب القانون الدولي كل العالم يعترف بأن هذه أراضي محتلة ومع ذلك فإن الكيان الصهيوني يعبث بها كما يشاء يقطعها كما يشاء يضع فيها الجدار الفاصل يعتقل الفلسطينيين كما يشاء وها هو هجومه على الضفة الغربية أدى إلى مقتل عدد من الرجال بعضهم مقاومين وبعضهم حتى ناس عاديين في قصف شملاء عدة مخيمات وهناك حوالي 20 مخيم للفلسطينيين هذه المخيمات يعني أن سكانها جاءوا من أماكن أخرى هي ما يسمى بإسرائيل اليوم أي بفلسطين التاريخية يعني الضفة الغربية هي لها سكانها الأصليين منها ثم السكان اللي يوجدون في المخيمات اللي جاءوا من يافا وحيفا وبير السابع وكل تلك المدن اللي احتلها الكيان الصهيوني اللي يسميها اليوم إسرائيل إذن هذا هو أكبر هجوم منذ الألفين واثنين وطبعا الهجوم هجوم الجيش الإسرائيلي القوى الخارجية قوى الغربية في الأقالب تسكت عليه وإن كان هذه المرة في بعض الانتقادات له إنما يتحدثون من حل آخر على هجوم المستوطنين فوجدنا مثلا الولايات المتحدة اليوم تضع اسمين أو ثلاثة من المستوطنين تضحهم في قائمة العقوبات كانت وضعت الولايات المتحدة قبل سبيع وضعت وحدة عسكرية على قائمة العقوبات ثم ما لبثت بعد أيام فقط أن رفعتها من قائمة العقوبات تلعب أمريكي واضح ولكن القوى الغربية في عمومها بما فيها الفرنسيين والبريطانيين والألمان والإيطاليين يقولون سرح عبارة واليوم سرح أحد كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي قال بأن هناك اتفاق على أن يجب على الإسرائيل أن لا تمارس ضرب عسكري أو قتل أو خارج ما هو مسموح لها وأن الضرفة الغربية هي أراضي محتلة هذا هو الموقف الغربي ويعترف بأنها أراضي محتلة ولكن في واقع الأرض عملياً لا يقومون بالشيء الكثير عملياً هذه الضفة الغربية ليست إلا أقل من 20% من فلسطين تاريخية دعنا نذكر مرة أخرى أن قرار ما سمي بقرار الأمم المتحدة قرار التقسيم رقم 181 يقسم فلسطين التاريخية فلسطين كلها يقسمها ما بين وهي 30 ألف وشوية كيلومتر مربع يقسمها ما بين اليهود أعطالهم منها حوالي 55% وحوالي 45% للفلسطينيين للعرب الفلسطينيين هكذا كانوا يسمعوا كانوا يسمعوا العرب 45% 55% اليهود وحوالي أقل من 1% اللي هي منطقة القدس واللي هي وضعت تحت حماية دولية وأنها مفتوحة لأتبع ديانات الثلاثة كل واحد حسب مقدساته في المنطقة أو في المدينة ولكن تكون تحت رعاية دولية هذا هو التقسيم الظالم الذي رفضته الشعوب ورفضته أيضا الأنظمة العربية التي كانت مستقلة يومها وحدثت حرب 48 اللي إسرائيليين سموها حرب الاستقلال ولا ندري من أين كان حرب الاستقلال يعني لم يحاربوا البريطانيين الذين كانوا يستعمرون فلسطين وإنما نكبوا وأخرجوا وقتلوا أهل الأرض اللي كانوا اليهود متواجدين معهم في حدود 6% في بداية القرن العشرين عدد اليهود في فلسطين كانوا في بداية القرن العشرين حوالي 6% من عدد الفلسطينيين كانوا يسمون العرب مع وجود استعمار بريطاني لم تكتفي لم يكتفي هذا الكيان بالـ 55% الذي أعطي له بقرار ظالم من مجلس الأمن لكنه سمي بقرار التقسيم إنما أضاف لها خاصة بعد حرب 67 مناطق شاسعة بحيث أصبح قبل 67 كان وصل في قضمه للأراضي أن أصبح 78% وبقيت 22% 1.5% تقريبا أو 2% كانت غزة و20% الضفة الغربية عندما وقعت حرب 67 احتل الكيان الإسرائيلي مدينة القدس وألغى عليها الصفة الدولية اللي كانت أصلاً مهزوزة يعني واحتل غزة واحتل الضفة الغربية ماذا أصبح يطالب أو ماذا أصبحت الأنظمة العربية تطالب وحتى الفلسطينيين منظمة التحرير بعد ما عرفا بإعلان الدولة في الجزائر في 88 إلى آخره أصبحوا يطالبون فقط بدولة فلسطينية ضمن أراضي 67 يقولون ما قبل 4 يونيو 67 لأن 5 يونيو كانت الحرب اللي انتهت بعد 6 ساعات عملياً وبعد 6 أيام رسمياً وأصبحوا يطالبون فقط بدل من أن يطالبوا على الأقل بقرار مجلس الأمن 1-8-1 أصبحوا يطالبوا بالقرارات الأخرى اللي هي 2-4-2-3-3-8 اللي هي قرارات تتحدث أن إسرائيل تاخذ 78% من أراضي فلسطين تاريخية ولكن 22% محتلة وجدت حتى ما عرفها بالمبادرة العربية للهالك المالك عبدالله مالك السعودية الهالك المقبور وسميت باتفاقية العربية لـ 2002 نعطيك يا إسرائيل لا نحاربك نعترف بك نخضع لك ولكن تعطونا للفلسطينيين أرضهم اللي هي 22% غزة 2% وأقل والضفة الغربية 20% بالرغم من أن اتفاقية أصله كانت تقول هذا وقالوا يومها أريحة أولا أي نبدأ نعطيكم مدينة أريحة ثم أطاهم ما سميها بمناطق ألف تخذع للسلطة الفلسطينية كما سميت كان يومها عرفات ولكن مناطق بها إداريا تخذع للسلطة الفلسطينية وعسكريا تخذع للصهاينة وهو جيم تقريبا بالرغم من أنهم يعترفون بنوع من الوجود الفلسطيني فيها إلا أنها تحت الإدارة والخضوع الإسرائيلي منذ ذلك التاريخ كما قلت تضعف عدد المستوطنين من 130 ألف تقريبا إلى ما يقارب اليوم 700 ألف أي أن لعبة ما سمي باتفاقية أوسلو كانت لعبة بمقتضاها قضمت إسرائيل مزيد من الأراضي من الضفة الغربية خانقت غزة ولكن خرجت من غزة في 2005 بعد أن تبين الإسرائيليين أنهم يخسرون الكثير في غزة فخرجوا يومه لكن بعد موت عرفات في بداية الألفين واستلام عباس وكان معه دحلان وآخرين أصبحوا عملاء كانوا في السر لكن مع موت عرفات أصبحوا في العلن وعرفات كما نعرف أنه قتل بالسم أغتيل والمرجح الذي نقتلوه هكذا صارت كثير من المعلومات والشائعات هو شراك بين دحلان وعباس لكن دحلان وعباس فيما بعد اختلفوا دحلان اختلف أولاً في البداية مع حماس في غزة طردته غزة شر طردع في الألفين والسبعة وسيطرت حماس على غزة ودخل أيضاً في خصومات مع السلطة الفلسطينية وفي النهاية هرب إلى الإمارات لكن هو يتحضر الآن لأن دحلان هو نسخة أبشة حتى من عباس يتحضر الآن حتى للذهاب إلى غزة أرجعت لكم بهذا التاريخ المختصر لأنه من حين لآخر يجب أن نذكر بالتاريخ حتى الناس يعرفوا بأن الصراع اللي ربنا نتحدث عليه الآن مرهوا مهوش على استعادة فلسطين تاريخية ومهوش حتى على الـ 45% اللي أقرها قرار تقسيم الظالم اللي هو قرار واحد ثمانية واحد إنما الحديث على الـ 22% اللي هي احتلت بعد الـ 67 ببركات جمال عبد الناصر وحافظ الأسد وأمثالهم اللي خسروا حرب 67 بطريقة بشعة ثم سموها النكسة يومها لم تكن نكسة كانت كارثة ولم تكن نكسة فقط المهم الآن السلطة الفلسطينية بدل من أن تكون سلطة في خدمة الفلسطينيين أصبحت في خدمة إسرائيل أصبحت ميليشيا وعباس اللي اليوم قالوا أنه قطع على قطع زيارته للسعودية وكأنه سيقدم خير للفلسطينيين وعاد الضفة الغربية التي تشتاح إسرائيل ما هو إلا حركي موظف يدفع له أموال الشعوب بما فيها الشعب الجزائري وبعض البلد العربية التي تمول السلطة الفلسطينية التي هي في خدمة إسرائيل والواقع أن 7 أكتوبر هو الذي قلب الموازين كلها فلأول مرة في تاريخ هذا الكيان يخوض حرب تدوم الآن ما يقارب 11 شهر لأول مرة يخسر آلاف من الجنود القتلى وآلاف المؤلفة من الجنود الجرحى لأول مرة يصبح جيشه منهك تماماً لأول مرة يحتاج إلى حماية أمريكية شاملة وكاملة لأول مرة يتلقى جسراً بحرياً بالأسلحة بلا توقف وجسراً جوياً بالأسلحة كانت الطائرة رقم 500 كانت قبل ثلاث أيام أو أربعة أيام لأول مرة تقدم له من أمريكا ودول غربية بعضها لم يعني عن ذلك مليارات الدولارات أمريكا لحد الآن قدمت أكثر من 14 مليار دولار وفي حديث على 20 مليار دولار أخرى لأول مرة في تاريخ هذا الكيان يهرب منه الإسرائيليين بمئات الآلاف لأول مرة هذا الكيان يجد أن هناك آلاف الشركات التي أغلقت مئات الشركات الدولية التي غادرت لأول مرة من بركات 7 أكتوبر أن يكون هناك ثورة عالمية يقودها الطلبة ولكن ليس الطلبة فقط ففي عواصم عالمية خاصة العواصم الغربية خرجت آلاف المظاهرات إذا ما عديناها جميعا لأول مرة تظهر الطبيعة الوحشية للصهيونية لأول مرة يظهر هذا الكيان أنه ليس ديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط كما يزعم بل هو قلب الهمجية في الشرق الأوسط لأول مرة يرى الناس هولوكوست على المباشر لأول مرة يرى الناس مقتل عشرات الآلاف من المدنيين بطريقة بشعة أكثرهم أطفال وأكثر من عشرة آلاف امرأة لأول مرة فالحقيقة كثير من الأشياء لأول مرة ولذلك عندما ترى كل الحروب التي خاضها هذا الكيان مع كل الأنظمة العربية تجده أنه كان دائما رابحا أو على الأقل لا يخسر حتى في الثلاثة وسبعين لم يخسر خسر في البداية ثم عاد واسترجع المبادرة بالرغم أنه يتحدثون أحيانا أن حرب الثلاثة وسبعين كانت وكانت لكنها في الحقيقة لم تكن تصارا واضحا بل أنها كانت هزيمة حل الأقل ما تلاها من سنوات وهو معرفة يومها باتفاقية كومب ديفيد وخروج مصر والسادات من إجماع كان يقاطع هذا الكيان وانفراط حتى تلك المظاهر والشكليات انفرطت لأول مرة يرى العالم وخاصة المسلمين يرون أن حكام عرب متصهينين يساعدون ويساندون الكيان علىنا ساعدوه عند الهجوم الإيراني ويساعدونه بالتجارة من السعودية من الإمارات من مصر من البحرين ومن الأردن ويقدمون له خدمات هائلة مما فضح هذه الأنظمة بشكل فاضح وصارخ والحقيقة أن هناك الآن شبه إجماع لدى كثير من المفكرين الغربيين أو على قل لدى جزء معتبر منهم والإسرائيليين منهم من أن هذا الكيان أصبح وجوده في خطر لذلك عندما يخرج اليوم مسؤول غربي ويقول حق إسرائيل في الوجود هذا يعني أنهم يرون أن هذا الوجود ره في خطر 7 أكتوبر وضع لأول مرة منذ ما يقار من 80 عام وجود هذا الكيان في خطر قال لي أن نشوف بعض المقاطع على أيضا بعض الأمور الأخرى لألكم تابعتم أيضا هروب هذا الشخص أو هما قالوا إنقاذ هذا الأسير هذا شخص قالوا أنهم أنقذوه أو استعادوه محتجز إسرائيلي هو في حقيقة ليس إسرائيلي هو من بدو هو من البدو من بدو النقب هو من عرب النقب وإنما يحمل الجنسية الإسرائيلية بمعنى ليس يهودي وكانوا في البداية قالوا من أنهم أنقذوا هذا الأسير وطبعا عندما تحدث على أنقذوا بمعنى أنهم قد يقولون أوكي مازال بقينا 108 أسرى بما فيهم الجثث فقد نسترجحهم بهذه الطريقة لكن تبين في الحقيقة أن هذا الفلسطيني واسمه فرحان كايد القاضي وعمره 52 سنة وهو من مدينة رهط بالنقب أنه فقط تركوه الآسروه تركوه لا ندري الأسباب هل كان هناك قصرا هل تركوه لأنه أصبح عالى عليهم ولم يعودوا قادرين على أن يطعموه فخافوا أن يموت عندهم هل تركوه لأنهم أيضا شافوا بأن إسرائيل تهتم بالأسرى اليهود ولا تهتم بالأسرى الآخرين العرب وما زال موجودين 3 أو 4 عرب في الأسر لأنهم كانوا مع الصهاينة فتركوه المهم أن هذا تأكد وقالت الروايات الإسرائيلية حتى رواية الجيش الإسرائيلي إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت أن الرواية الإسرائيلية الرسمية مش كوك فيها لأنهم في البداية أظهروا وكأن هناك بطولة وأنه تم إنقاذه وقالوا أن في الحقيقة وجده الجيش الإسرائيلي مطروكا لحاله في إحدى الأنفاق وعندما اعتقلوه اكتشفوا أنه كان من بين الذين أسروا في 7 أكتوبر ولكن اللي اليوم أيضا زادوا اكتشفوها الإسرائيليين هو أنهم اكتشفوا أو استرجعوا جثة لإسرائيل آخر وجدوه وهذا أثار مزيد من القلق لدى الأسر أسر الأسرى لتحركوا في مظاهرة بسياراتهم انطلاقا من تل أبي في اتجاه غزة وحدود غزة أكيد أن الجيش الصهيوني لن يسمح لهم بالدخول ولكن عبارة أو تعبير عن يأس يتملكهم وعادوا ليقولوا لنتنياهو إنك لا تهتم بالأسرى إنه لم يعد يهمك أمر الأسرى إطلاقا أنت في واقع الأمر تريد فقط أن تطيل هذه الحرب لأنك تخشى من سقوط حكومتك أما عن الصفقة فليس هناك جديد اللهم إلا من نقل المفاوضات التقنية من القاهرة إلى الدوحة وقالوا من أن الأمريكيين ما زالوا يبيعون الأوهام ويقولون بأن الصفقة لم تسقط وأنه ممكن تحقيقها إلى آخره لكن الفلسطينيين والمصادر المقربة من المقاومة قالت بأن نتنياهو في واقع الأمر دمر هذه الصفقة وأنهم لن يقبلوا بالشروط التي أضاف نتنياهو على اتفاق أو على ما كان متفق عليه إجمالاً في 2 جوليا الماضي لكن لوحظة من شيء آخر وهو ما كتبته هارتس وهو أو هارتس كما تعرفون هي صحيفة يومية إسرائيلية أن الاحتلال والجريدة هذه في نفسها تتكلم عن ذلك تقول أن الاحتلال تقول أن إسرائيل هي طبعاً تقولش الاحتلال تقول أن إسرائيل يحتفي بشدة بالقناة العربية دعونا نسمعوا هذا المقطع لا اسمحي لي أختي ميسونة تعليق على تقريركم يعني طرفي الصراع وأن المظاهرات كانت للجانبين وللطرفين يعني مش متأكد أنه هذا التقرير دقيق حقيقة ومهم جداً عدم تبني أيضاً مصطلحات مثل طرفي الصراع لا يوجد طرفين يوجد طرف واحد هو المحتل المعتدي الغازي المستعمر المحاصر والشعب الذي يقبع تحت الاحتلال هذا المتحدث أكيد أن بعضكم يعرفه وهو سفير يسمى السفير الفلسطيني في لندن وكان في الحقيقة أبلى بلا حسناً خاصةً في الأسبوع الأولى وكان حضر كثير من القنوات العالمية خاصةً قنوات البريطانية وتعرفوا الأسبوع الأولى كان الإعلام الغربي متبني للرواية الإسرائيلية تماماً بل كان ينشرها وكان ينشر الأكاذيب من تعقل الأطفال والرضع وبقر النساء بطون النساء واقتصاب النساء إلى آخر وهذا السفير يسمى زملط كان حقيقةً أداءه من أرواع ما يكون لكن هنا يرى هو يرد على قناة التي تسمى قناة العربية التي أصبحت بحسب الإعلام الإسرائيلي يقول إنها يهودية أكثر منها الحقيقة إنها صهيونية أكثر منهم القناة العربية هي قناة بن سلمان يعني قناة بن سلمان مش قناة سعودية فقط هي قناة بن سلمان سيطر عليها بن سلمان عندما سجن الأمراء كان سجن أيضاً مالك القناة وكل الرؤوس الكبرى اللي هي سعودية سجنت منهم مالك القناة ومنهم شخص آخر اللي كان يديرها إلى آخره كان سجنهم فيما عرفه بسجن الأمراء وحولت الجزء الأكبر من أسهمها ليس للدولة السعودية حولت لي بن سلمان شخصياً وجزء منها للدولة السعودية والخزينة فهي قناة بن سلمان فأصبحت هي أنشئت أساساً آنذاك ليواجهوا بها الجزيرة اللي كانت لعبة دوراً بارزاً وأكيد كان مهنياً أو على الأقل يدافع على رواية المستضعفين خاصة في الحرب على أفغانستان وعلى العراق كانت الجزيرة تقدم تقطية ممتازة وغطت حتى على القنوات الغربية في التسعينات والثمانينات والتسعينات مثلاً الحرب الخليج الثانية التي هي ضد العراق في 1991 90 سينين سيطرت بينما عندما جاءت حرب الخليج أو حرب العراق الثانية طبعاً هذه تسمى حرب الخليج الثانية والغزو على العراق يسمى الحرب ضد العراق الحرب الثانية ضد العراق كانت الجزيرة هي اللي سيطرت على الرواية الإعلامية لأنهم كانوا متواجدين بقوة إليها الأمريكان نعرف بأنهم حاولوا قصف الجزيرة وتحدثوا عنها بلير وبوش ناقشوا الرئيس الأمريكي والبريطاني قصف الجزيرة في الدوحة آنذاك وقتلونهم عدد من الصحفيين واعتقلوا أيضاً صحفي أو اثنين وكانت طالت قضيتهم فانشئت العربية وكانت تقدم الرواية الأمريكية إلى درجة أن الأمريكان اللي أنشأوا أيضاً في نفس الوقت قناة تسمى الحرة رهي ما زالت موجودة ناقشوا في الخونغرس عدة مرات غلق قناة الحرة قال القناة الحرة رهي ضعيفة جداً مقارنةً مع الجزيرة واللي رهي قابل الجزيرة هي العربية خلونا نزيدون استثمروا في العربية ما يستثمروا شمالاً يستثمروا كلمات فقط وكان حديث أنه ممكن يغلقوا القناة الحرة لكن خلوها في نهاية المطاف الحقيقة أن القناة العربية أسوأ من قناة الحرة الأمريكية اللي هي تتبنى طبعاً الخطاب الأمريكي وأحياناً أو في كثير من الأحيان هي أسوأ من قناة بي بي سي اللي تتبنى الخط البريطانية في القضايا الخارجية بالعربية بالإنجليزية البي بي سي وضحها أفضل بكثير لكن بالعربية وضحها باعس يعني أفضل بكثير من أسوأ بكثير من قناة فرونس بانتكات اللي هي أيضاً تتبنى الرواية رواية الخارجية والمخابرة الفرنسية مرة أخرى أيضاً فرونس بانتكات بالإنجليزية وبالفرنسية أقل سوء من فرونس بانتكات بالعربية مع ذلك قناة العربية السعودية هي أسوأ منهم جميعا وهذه المرة تجاوزت حتى سكاي نيوز الإماراتية اللي هي أيضا قناة عربية متصهينة ولذلك يناقش الإعلام الإسرائيلي يقولوا لم نكن نتوقع حتى الساسة الإسرائيليين قلوا لم نكن نتوقع أن نجد يوما قنوات عربية يقصد بها العربية أولا وسكاي نيوز ثانيا تدافع عن وجهة نظرنا وعن أطرحاتنا في الحقيقة عن أجندتهم عن خطابهم لم نكن نتوقع ذلك أبدا وبعضهم قال أن قنوات غربية لا تتبنى الآن خطابنا تبناتوا في البداية لكن الآن لا تتبنى خطابنا في حين أن قناة العربية ليس فقط تتبنى الخطاب تزيد عليه قبل أسباحك قلت نشوف وشي يجي في هذه القناة فمن حين لآخر ندخل لبضع دقائق همهم الأكبر شيطنة المقاومة خلق القصص المفبركة عن صراعات داخل حماس عن غضب أهل غزة من المقاومة عن انقسامات بين المقاومين عن بث الإشاعات الأراجيف البهتان الأكاذيب بشكل أنك تروح تقرى في جرائد إسرائيلية لا تجد حجم البهتان الذي في القناة العربية لا تجده عبد العزيز الطريفي وهو عالم ورجل فاضل يسجونه بن سلمان الآن عبر عنها بكلمات قال لو كانت العربية موجودة في زمن قريش في زمن البعثة النبوية ما اجتمع كفار قريش إلا فيها وما أنفقت أموال بني قريضة إلا عليها الحقيقة هو أن هناك أنظمة عربية تصهينت إلى درجة أن تجاوزت صهاينة الأبيب وتتجاوز صهاينة الغرب في كثير من الحالات لماذا؟ لأن ببساطة يعتقدون أن هزيمة إسرائيل هو انتصار للمقاومة وانتصار المقاومة هو هزيمة لهم لأنهم دخلوا بعشرات الملايين من الدولارات وبفبركات إعلامية وأكاذيب واشتروا الجنيرالات في مصر خاصة وثم في أماكن أخرى لكي يكسروا إرادة الشعوب لسمية بالربيع العربي أو ربيع الشعوب بعض البساطاء العقول كي يسمع كلمة الربيع العربي كان يسمع كلمة شيطان لا الربيع العربي أو ربيع الشعوب جاء لإنهاء الاستبداد إنهاء النهب إنهاء الطغيان لكن أنظمة الاستبداد حولته إلى جحيم قلبته إلى خريف أو شتاء بائس لأنهم يعرفون خاصة كانت مصر لو الأمور مضت في مصر كما يجب كانوا هم على أبواب السقوط إلى درجة تلقيت مرة الشيخ الغنوشي اللي رأي يسجنه اليوم المعتوخ قيسي سعيد وقلت له يا شيخ انت رك ارتكبت خطأ فادح قال لي كيف هذا الكلام ممكن في الـ 2015 قال لي كيف هذه أول مرة نروي هذا الموضوع قلت له انت كتبت في 2011 كتبت ما قال واعتقد حتى كان في إحدى القنوات قال 2011 لتغيير ديكتاتوريات في الجمهوريات و2012 لتغيير ديكتاتوريات في الإمارات والملكيات قلت له هذا الكلام انترك لعل كلام تلقي له بالا لكن رأوا أحدثا نووي وبالفعل اعتبر هذا الكلام وشيخ الغنوشي قالوا يمكن في مارس أو أفريل كانت يومها سقط بن علي وهرب بن علي إلى جدة وكان سقط مبارك كانت بدأت الثورة في مصر في اليمن في سوريا في اليمن في ليبيا فكان وكانه انذار لآل سعود أنا ذاك الملك عبد الله ومن معه وخاصة لبن زيد فهو شعرت في الحديث معه أنه لم يكن منتبه لخطورة ذلك التصريح وقال لي تعتقد قلت له بي طبيعة الحال قلت له هما مش خطابك أو كتابتك اللي كتبتها انت هي الوحيدة اللي أثارت فيهم هذا لكن انت أكدتها لهم أكدتها لهم بمعنى أن التغيير قادم وهو قالها على نيت وقال أنا قلت لأن هذه طبيعة الأشياء سقط الاستبداد في الجمهوريات سيسخد في المملكات يجب أن تتغير الأمور لكن في الحقيقة هما فهموا آنذاك ولذلك أغرقوا الشعوب وعندما استطاعوا أن يطيحوا بالثورة المصرية أو خلنا نقول الانتفاضة المصرية بعبارة أدق استطاعوا أن يقلبوا الأوضاع تماما الآن نحن نصل إلى نهايات تلك الفترة عقد من الزمن تلاحظوا أن الانقلاب في مصر جاء في أوت 2013 وطفال أقصى جاء في أكتوبر 2023 عشر سنوات وشهرين فالأمور الآن تتجه بمعنى أن الشعوب وصلت إلى أسوأ حالاتها في كثير من المناطق وأننا دخلنا إلى مرحلة العودة من جديد لكن هذه العودة من جديد ستأخذ سنوات يعني ليس قضية أسابيع أو أشهر تأخذ سنوات حتى يحدث التغيير خاصة في أربع خمس عواصم اللي هي الأخطر إذا ما حدث التغيير وكان هناك رعاة لهذا التغيير لديهم الحكمة لديهم العقل لديهم الفهم لديهم الأبعاد حتى لا ترتكب نفس الأخطاء التي ارتكبت في 2011 وتلك السذاجة التي تميز بها كثيرين من الذين ساهموا في إسقاط الطغاة في تونس وفي مصر وفي اليمن وفي ليبيا وإلى حد ما في سوريا إذا ما كانت هناك عقليات أخرى بمفهوم آخر وبمنطق آخر وتعلم من التجارب فإن الأوضاع ستتغير وهذه العواصم الأساسية اللي يحدث فيها التغيير واللي هي عندما يحدث فيها التغيير تنقلي بالأمور هي السعودية الإمارات مصر والجزائر هذه البلدان الأربع الرئيسية اللي إذا ما حدثت تغييرا عاقلا حكيما تمكن من إدارة الشأن بمنطق عقلاني وبحكمة عالية فإنها قد تعيد الروح لشعوبنا المضطهدة والمستضعفة والمفقرة والمجوعة في أغلبها وهناك مؤشرات دل ذلك عندما أرى تبون وأرى شنجريحا وأرى بن جرينا وأرى أقول أن هناك مؤشرات ومؤشرات ترفع الأمال بشكل عالي وعالي جدا في الموضوع الغزاوي دائما سمعت منظرة منظرة الإماراتية الإمارات فكرت سبعين سنة والعرب يحاربون إسرائيل وكل مرة كانت إسرائيل تقضم كل حرب تقضم أجزاء أكبر من الأراضي العربية في كل حرب العرب يغسر وهذا التوتر في المنطقة لا في أفق للقضية الفلسطينية أنها تستقر لأن من بعد ما عمله اتفاق أوسلو جاء بن يمين نتنياون نقض هذا الاتفاق تماما نقضه وظل هذا التوتر موجود بين الفلسطينيين والإسرائيلين والحرب المستمرة الاشتباكات المستمرة الإمارات قال إحنا ليش ما نفكر في حال خارج الصندوق ها سبعين سنة العرب ما حصلوا شي خلينا نشوف إسرائيل تذوق طعم السلام ممكن لما إسرائيل ترى هذه تذوق طعم السلام إسرائيل إمارات تريد أن تذوق إسرائيل طعم السلام يعني بعبارة أخرى هذه المسؤولة الإماراتية تقول وهذه مسؤولة يعني شوف وين وصل الزمن في تلك المنطقة اللي خرج منها رجال حملوا الأنوار إلى البشرية إلى اليوم ما يساوي مليارين من البشر تخرج أصبحوا هذون هم الأصناف هذه اللي سنة تتكلم طبعا رجال آخرين وهذه الأصناف بمعنى آخر بعبارة أخرى تقول لنا أن الإمارات فكرت أن تصبح هي صهونية وتحيو الأكبر عدد ممكن من الشعوب أو من الإماراتيين ومن الأنظمة إلى صهائنا في خدمة إسرائيل فتذوق إسرائيل السلام هذه هي وفي نفس الوقت نفس الإمارات التي تريد لإسرائيل أن تذوق السلام تقوم ب إخذاع مصر ووضع جنرالات على رأسها وعلى رأس مستيسي يجعل يطحن مصر طحنا تقوم بتمويل ميليشيات الأوم تدمر السودان تدميرا على رؤوس ساكني وتقتصب نساء تتدخل في ليبيا وتقسمها إلى شرق وغرب وتخليهم يتقاتل بينهم في حين أن أموال الشعب الليبي تهرب وأموال الشعب السوداني تهرب وأموال الشعب المصر تهرب إلى الإمارات تشارك في تدمير العراق تشارك في تدمير سوريا تلعب الدور الرئيسي مع بن سلمان في تدمير اليمن تتدخل إلى درجة أن تساهم في الانقلاب في تركيا انقلاب الذي فشل في آخر اللحظة اليوم تتدخل الإمارات في مالي وفي النيجر وفي تونس وفي المغرب وفي الجزائر وفي موريطانيا وتريد أن تحول المنطقة المغاربية إلى ما فعلت في المنطقة المشرقية أو المشرق العربي وأين يوجد ظلم للمسلمين الروهينغ على سبيل المثال الإيغور على سبيل المثال فإن الإمارات تمول ذلك على سبيل المثال الإمارات مولت بما يعادل خمسمائة مليون دولار وهذا رقم منشور الحملة الفرنسية على مالي لسموها ضد الإرهاب في 2013 إذن هذه هي الإمارات التي تريد لإسرائيل أن يذوق السلام فكروا خارج الصندوق فذوقوا إسرائيل السلام بمعنى أصبحوا سهاينة مثلهم وراحوا يهدمون أبطان المسلمين الأخرى إلا اللي مقدروا الهاش واللي ما زال مقدروا الهاش رمعول عليها خاصة في المنطقة المغاربية هذه هي بالمناسبة راهي الإمارات ما زالت سكنت لهم في الجزائر راهي الميناء العاصمة تحت إدارة الإمارات ميناء جينجن تحت إدارة الإمارات وهذه أهم ميناء في البلاد راهي ما زالت شركة مادار تهيمن على عدة قطاعات في الجزائر اللي هي شركة إماراتية راهي وما زالت أشياء كثيرة بالرغم كل الخصومة التي ظهرت ما بين عصابة شينجريحة وجماعة بن زايد وخلينا نذكر أحد الأفعال الخيرة للإمارات خلينا نشوف وش يقول مع أن خدمهم في فترة معينة لكن خلينا نشوف وش يقول رئيس السودان البرهان وقائد الجيش السوداني عصدين أنه نمشي جينيب الأسبوع الآن أولا لن نقبل بدولة الأمارات تكون موجودة شاهد شخص القصد واضح من هذه الدعوة نحن من أول يوم بعيدنا أنه هذه الدعوة يراجعها تبييض أو جو جهات معيزة دول وهذه الميليش المعتدية هذا الممبر جينيب هذه أول مرة موالف يخرج النايب انتاعو وهو جنيرال أيضا لقنا هذه أول مرة يخرج البرهان قائد الجيش السوداني الذي يهاجم الإمارات ويقول لنذهبنا لجنيف لأننا لا نريد للإمارات أن تحضر جنيف كان مؤتمر دارت أمريكا هناك باش تجيب الميليشيا مع جنيرال الجيش السوداني ويتلاقاه هناك وحسنا فعل لا يجب أن تقبل بأي ميليشيا تحت أي ضرف كان مع جيش البلد وقد يقول لقائل لكن نحن ننتقد نعم نحن ننتقد قيادات الجيش المجرمة قيادات الجيش السفيها الناهبة لكن الجيش جيشنا الجيش جيش الشعب ويجبا يكون هناك جيش واحد إنما هي إدارة هي قيادة فاشلة خائنة ناهبة فاسدة رديئة هذا الذي يجب أن يتم تغييره أما خلق ميليشيا وخلق جيش آخر هذا يؤدي إلى دمار يؤدي إلى هلاك البلاد ولذلك نذكر بها مرة أخرى طبعا هذا الكلام تعلجيش جيشنا يستطيع الناس أن يعودوا إلى ما يزيد عن ربع قرن في لقاء على الجزيرة مع الهاشم الشريف وكان فيه رضا مالك وكان فيه نزار ربما الناس يعرفوا المقطع تع نزار لأننا نشرناه وراء موجود راح كان ثاني موجود رضا مالك لهو كرئيس مزراء الحقبة البائسة 93 قتلوا فيها الجيش جيشنا معركتنا هي مع جنرالات فاسدون وليس كل الجنرالات فاسدين أو فاسدون ليس كلهم إنما مع القلة التي هيمنت على القيادة واستخدمت الجيش ضد مصالح الشعب وضد الشعب وضد مصالح البلاد وضد مصالح الدولة ترجمة نانسي قنقر